ليس وقوفا للنزهة أو لأغذي قسط من الضاحة بل توقف إجباري بعد منع ميليشيات الحوثي السماح لهم بالعبور إلى المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتها هنا في منفذي القبيطة وحيفان حيث يعلق المئات من المسافرين وسائقي شاحنات نقل البضائع منذ أسابيع نتيجة حديث الميليشيا حول إجراءات وقائية من الإصابة بالفيروس كورونا عليهم أن يتقوا الله وراوح الناس هذولا وراوح الناس هذولا والتذرعات ليس مبررة أساسا ما ترتقيش للمبرر أنه المراض المراض ينزلوا لقن صحية رفض الميليشيات مرور هذه الطوابير الطويلة من الشاحنات تسبب بخسائر مادية باهظة لأصحابها نظرا لارتفاع تكاليف العيش اليومي بعيدا عن مدنهم ومنازلهم علاوة إلى ما قد يعرض بعض البضائع والمؤان للتلف جراء تعثل يوصولها في الوقت المناسب إضافة إلى معاناتهم جراء انعدان أغلب الخدمات الأساسية في هذه الأماكن بالرغم من تعاون أهالي المناطق القريبة منهم في استضافة العائلات وإيوائها في المنازل تسبب بأضرار كبيرة سواء للمدنيين المسافرين كذلك تسبب خسائر فادحة يعني بلغت خسائر يعني كما يحدثني أحد سائقي الشاحنات إلى نصف مليون خلال مظالهم قرابة نصف شهر محقوزين استمرار إعاقة حركة التنقل بين المحافظات تزيد من تفاقم معاناتهم بشكل يومي خصوصا في ظل غياب الحكومة والمنظمات المعنية في الوصول لهؤلاء المحتجزين ومدهم بالخدمات والمتطلبات اللازمة نتمنى يعني أن النظر يعني بعين الاعتبار يعني أو بشكل قاس لهذه العوالي يعني وهذا ويفتحوا المعابر لهؤلاء النات يمشوا في سبيلهم وخصوصا أنه ما فيش يعني حاجة سمكرونة يعني عندنا يعني لا سمعنا لا في عدن ولا في صنع ولا في أي محافظة تقديم الرعاية اللازمة من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية مع فرض ضغط أممي ودولي على ميليشيا الحوثي بفتح المنافذ الخاضعة لسيطرتها أمام حركة التنقل والنقل أهم مطالب هؤلاء العالقين المتعثرين من السفر عقب الإجراءات التعسفية بحقهم من قبل الميليشيا سامح عبد الوهاب قناة بالقيس لحظ